أحد أهم مشاكل ملف الصناعة في مصر إنه ما عندناش عامل حيرة في مؤهل وتنوعت الكثير من المبادرات من أي مبارك والوصولة اللي مش عارف الجامعات التكنولوجية دايماً الدولة بتعمل برامج علشان تدين عمال أو فنيين مهرة طيب إنت إزاي حتدخل بقى الـ 500 29 مليار جنيه اللي هم الحزمة المقدمة من الدولة للدعم المجتمعي أو للحماية الاجتماعية وتخصص منهم جزء لتدريب أو لإنتاج زيت 4-0 بحجر هل ده موجود؟ يعني هو موجود طبعاً موجود ولكن هو جزء كبير منه والأهم هو ثقافة مجتمع يعني إحنا عيشنا فترات طويلة المجتمع مهتم بأننا عايزي بقى شهادة عليا وعلقها على الحيطة أو أننا عايزي أدخل كلية من كلية ما تدعى بكليات القمة ثقافة المجتمع محتاجة تتغير وفيه شغل كبير على داد الوقت التعليم الفني عليه جزء كبير جداً أنه نبقى عمدنا مهن فنية يعني مدربة ومؤهلة لسوق العمل علشان تقدر أنها يتحقق لنا الغرض ده في جلسة الصناعة بصراحة يمكن الوحيد اللي تكلم عن هذا الأمر كان النائب أكمل نجاتي عوضو تنسيخية شباب العزاب والسياسيين قال لهم إحنا كلمنا في كل حاجة بس ما تكلمناش في العمل الفني في طريقة حياته وطريقة تدريبه الحاجات دي كلها وفعلاً كان ليه توصيات مهمة جدنا في العمل هنعلم إيه؟ حراج قلتلي دلوقتي أنه عندنا برامج للتعليم أنه مش كل الدعم هيبقى موجهة للطرق وللمدارس عندنا برامج موجهة للتعليم هنعلمهم إيه؟ هقول لحضرتك يعني يمكن بكورة الأمر يعني النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي باعت النهاردة على فكرة ملف التعليم هيناقش في الحوار الوطني رئيس عبدالفتاح السيسي باعت مقترح يخص التعليم والتعليم الفني والتدريب المقترح ده أرسلوا للحكومة والحكومة أرسلتها لجنة الحوار الوطني النهاردة يعني أنه نهاردة هيكون فيه منقشة في الأمر أعتقد أن المقترح ده هيكون ليه دور كبير قوي في أن احنا نعمل فلسفة للتعليم احنا عمدنا على فكرة التعليم الفني في مصر جزء من وزارة التربية والتعليم وليه بعض المجهود الإيجابي وعندنا جماعات التكنولوجية منفروض تخرج كوادر بعض الجماعات التكنولوجية عندنا مبادرات من رجال أعمال في كتير رجال أعمال على فكرة عاملين مدارس للتعليم الفني بس فيما يخص نشاطهم بس احنا 100 مليون ما هو ده اللي أنا أتكلم فيه ما هو ده اللي أنا أتكلم فيه يعني أنا محتاج إيه يعني أنا عندي كم كلية هندسة مثلا صحيح يعني عندي 28 هندسة حكومية وزيهم في القطاع الخاص هل بقى عندي فنيين قدوم مع العلم أن أنا محتاج فني أكتر من المهندس ده صحيح أنا متفق مع حراك جدا في موضوع إن أنا محتاج الفني أكتر ومحتاجه مدرب محتاجه مؤهل لأنه هو ده الشغل يعني عالي حراك هو ده اللي بيشتغل وهو ده الدين الديناميكي إن إحنا نخلي المجتمع مؤهل إنه هو يتقبل أو يبقى الفني بالنسبة له أمر مهم مش مجرد أمر ثانوي ده حاجة مهمة إن إحنا بقى نعممه ونخليه معمم أنا أعتقد إن المقترح اللي بعته الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة هيحقق لنا الغرض ده وهيتم مناقشته في الحوار الوطني وكان يعني شيء إيجابي جدا